اشتركوا في القناة خارجية المغربي ان الملكة محمد السادس اعطى تعليماته للوفد بالعمل البناء رغم عدم حضوره لافتا الى ان الجامعة العربية هي قناة التواصل الوحيدة مع الجزائر وشدد بوريطا على ضرورة منع التدخلات الايرانية في الشؤون العربية وذكر وزير خارجية المغرب ان ثلثي الوفد الاعلامي المغربي وصل للجزائر وعاد من المطار لسبب غير واضح معتبرا ان اضاحات الجزائر بشأن ازمة الخريطة لم تكن مقرعة وفي نفس التصريح دعا بوريطا الى منع التدخلات الايرانية في الشؤون العربية مؤكدا ان ايران بالنسبة لنا تمول ميليشيا تهدد امننا